السلام عليكم متسابعات قناة شفه شمسو كينا الفيديو اليوم سيكون طريقة تحضير البايلة سبق اليوم وبرتاجيها معكم بكمية قليلة ولكن اليوم سنبرتاجي معكم بكمية كبيرة وكيف يمكنك تنجيري ومن ضيع تشاشي واحد في الخبز اقدرنا ايضا هنا تشيز غارلك بريد الخبز اللي بتومة والفروماج فهنا اول حاجة نصوبها هي هاد الخبز هذا سنبدأ اول حاجة بلاصوص اللي ندير فيه درت هنا نصف كاس ديال زيت البلدية كاس رونا ولا قاملة اللي بغيتو سنزيد جوج معالق كبار ديال التومة ايه كمية كثيرة لان اسمية دياله راه الخبز بالتومة والفرماج فخاص تكون الكيمية التومة زيدة درت نصف كاس ديال زيت البلدية جوج معالق كبار ديال التومة سنزيد لهم هنا تلصد المعالق ديال فورس تلصد المعالق ديال تلصد المعالق ديال طحين فورس سرطب سنقوم بشاميل غير هي سنقوي فيها التومة من بعد سنزيد هنا عندي نصف معالقة كبيرة ديال ملحة سنحرك الخليط كامل سنقوم بشاميلة سنقوم بشاميلة من المعالق ديال أخرى سنقوم بشاميلة سنقوم بشاميلة سنقوم بشاميلة كاملة اللي لديك جميلة معالقة من وضع أخذ وقت سنقوم بشاميلة كمية الفرمج قليلة قلت لكم فرمجات الصندويس هنا مع البشاميل بدأت نحرك في الخلاطة على عفية مهيلة حتى يختار لها البشاميل نضيف معلقة واحدة و ايطرو جوجو معلقة هنا درت ايطرو فيه ثلاثة معلقة حيث بغيت هذا الخلاط يجب علي اعاقد هذا ما يجب عليك درس ثلاثة معلقة كبار في ايطرو الحليب هنا من ما سيببلكم هذا الخلاط يبق بحل هذا الخلاطة يبق بحل لانه سيوجد لا تفعل فيه خلاطة غير حيث سخون هو من ما سيبب سيزيد ولكن ليس سخون حيث بحل سايح صغير واحد تقريبا اربع ساعة يعني تحيدي من فوق البوطة وتخلي واحد اربع ساعة سيبق بحل كي تدهن قاسح سوف نأخذ عندي كومير عادي نحيدي القناة و نحل الكومير من الجوج يعني كومير و نحن الضغط سوف أعطيني الجوج الكومير و نضغط كومير غوام و إضافة كامل 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 سوف نربح فيها الوقت كثير من اني نقطع الكوميردواء وروند هن سوف يأخذ الوقت بثافة سوف نبدأ هنا ندير في اللاصص بشامل ديالي اللي وجدت هنا لاحظوا انا خدمت بها سخونة ما عنديش الوقت يعني انت سنها تبرد من شما خلي واحد ستبرد شوية على الدهنه بحال بحال دهنه بها سخونة ولا اللي بغيته سوف ندير فيديو سوف ندير فيديو بحال دهنه بحال نتأكد ان الخبز تشرب لي ديالك العصص وهذه العصص هذي راتقدرات تخدمه بحثة في القراءة أنا في القراءة كانت ربحة ونقويته 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 لمؤخرة لم أكن قد رحت ولو يجيوني لركلة معصا ونقويته فتومة هيا muscles سوف اقول قلت لك بحالت دهنه لذلك كل الناس تدري فيديو هذه الحالة سوف يكونوا عارفين بحالت دهنه بحالة لكن الناس التي لم يكن بحالت دهنه ولكن هنا لكم بحالت دهنه سوف ندير هذا قارنه بحاله هنا بالنسبة لهذا الخبز انا وجدته بالليل بالليل قطعة الخبز اضرت هذا اللاصص دياري الفرومج كل شيء واجدته بالليل ما طيب تشلغته حياته بالليل تشلغته في صباح تشلغته غير البايلة سوف نزيد الفرومج موزاريل من الفوق فرومج تكون معقولة لا تتسقرموش في الفرماج سوف يأتي الخبز ليس مقراتي كمان محمر شوفه كيف شفته في الفيديو لا يأتي برقعة شوية الفرماج ويسميه خبز بالفرماج والثومة يعني مدام فيه الثومة والفرماج سوف نغلبوا هذه المكونات فالفرماج موزاريل كمية كثيرة وفي نسبة لابنت اللي يسولون على الموزاريل الذي نخدم بها هو المكونات 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 سوف ندخلها بطلاجة ونحن بلد بلد فران لأن ضغيات يتحمروا فما نغفل على الفران درجة حرارة 180 سوف نشعر عافية من الفوق تقريبا 1-10 arre 15 دقيقة ونخرجهم كي يصلوا على هذا الشكل هذا بنانين نغملم هذا الخبز هذا في الستوران يقدموه معلي سوب بثم يعني عندما تأخذوا 1 سوب يقدموه يتمفوه حل اكمبانيوم معه ثم سوف نقوم بجيء نصوبه البايلة الخديس غاملة كبيرة لان عندي سبارك الله كونتيته تقريبا 41 راسيون البايلة قدرت كس كبير دي ازيت البلدية سوف نزيد عندي هنا السيبيا مقطعها كشرائح طوالين بالنسبة للكمية السيبيا عندي 3 كيلو السيبيا فهنا انا خدمت بالسيبيا لا يوجد الكلمار بطبيعة الحلقة لا يوجد الكلمار بسيبيا والسيبيا سيارة دائرة الثامن سوف نزيد 3 كيلو السيبيا هنا الى لاحظوا سوف نسبق الحوت هو الأول سوف نزيد من الطريقة غريبة ولكن سوف نعرفوا من البداية لكي درست هذا درست كث كبير زيت البلدية تشكلو سيبيا و درست ثومة مطحونة معلقة كبيرة ديال التومة مطحونة مع الزيت معلقة كبيرة ديال الملحة تحميرها درست تقريبا واحد جوج ديال المعالق ثلث لاتة ديال لا درست هنا غي واحدة تلال الروز عد غان ديرها معلقة كبيرة ديال التومة معلقة كبيرة ديال الملحة معلقة كبيرة ديال تحميرها و القصبر و معد نص قريبا واحد زلافة و الزيت البلدية كس كبير و غادي نبدا نشح حرف ديال السيبيا ديالي حتى غادي تطيب انا هنا سبقت السيبيا غنطيبها بغيت دا كل ما ديالها لكي تطلق انتو معرفين السيبيا والكروفات كيت القولمة انا دا كل ما بغيته هو اللي نطيب فيه البايلة ديالي سوف هنا نبدأ نحل ركف السيبيا ديالي حتى تطيب مزيان هنا يقرر بغيت الكم ماء امكان لداخل الحشوة باش تبع لكم السيبيا اللي حتو خليتها تروفة كبار شوية باش يبانوا لي في البلد ما اللي نحطها سبان السيبيا حتى هي السيبيا السيبيا سوف ناخد الكروفات غريز عندي كميه ديال 4 كيلو ديال الكروفات غريز سوف نأخذها ونزيد طيب السيبيا حتى طيب السيبيا وناخد الكروفات ديالي نزيد نزيد ونشحر ذك شيء كامل نطيبه الفوية دماغ دياله هما اللي انا يخدمت بالكروفات غريز ما بويتش نخدم بالكروفات العادي ذاك الالغوز حس منتي طيب تي صغار وانا بغيت ذاك المنظر ديال الحوت من الفوق باش تبان باي لازوين فشوية جات مكلفة ولكن الحمدو اللي يعني 4 كيلو اخرجت لكونت تيرا 40 موني يعني بنسبة اليوم زيانة واخر الكروفات غريز غالي ولكن ما ضيعش كيف ما ضيعش كيف ما كيقولو سوفي غردي نشحر ذاك شيء كامل حتى غيت تبديل كروفات ضغيات كروفات راكم عارفين 5-7-10 دقيق وغردي ناخد هاك واحد صفاية ونهزدوك ديالي في خوية دماغ ديالي وغادي نزيد عليها الخضراء اللي وجت من قبل فيها خيزو والقرعة خضراء والفلفلاء حمراء وخضراء مقطعهم هاكا قتلكم خيزو القرعة خضراء والفلفلاء حمراء وخضراء مقطعين هاكا مربعات صغارين قتلكم خيزو القرعة قتلكم خيزو قتلكم خيزو قتلكم على القرعة خضراء لانهوك ياخد الوقت في طيب فقطعتو صغر من القرعة خضراء سوفي غادي نشحر ذاك الخضراء ديالي من بعد غادي نزيد لهم عندي الروز غلاسي يكون مغسول خديث كمية ديال 3 كيلو ديال الروز ثلاثة كيلو بالنسبة للخضراء كيلو 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 ملوه كيلو فلفل احمراء كيلو فلفل خضراء كيلو خيزو 4 كيلو ديال الخضراء ثلاثة كيلو وديال الرغز غلاسي سوف نغسله غاية أحد قونيوش لي الغسيل باش من حييدوش لي ديك نشاديه دياله ما بغيناه شيع حييد بغيناه يبقى باش حتى هو غادي يساعد البيلاء باش اعطينا ديك تعليقه سنشحر هذه المكونات و سنزيد في العطرية هنا بالنسبة للقامة سنزيد معلقة كبيرة اخرى تومة هنا تقريبا نضيف معلقة و نصف تومة زائد المعلقة اللي قدرنا في الأول معلقة السي بي اللي بقته عقلي هنا دابا معلقة و نصف تومة مع نصف معلقة ديال الملحة لا نقويش دابا الملحة سنزيد البوية و من بعد فيه الملح بالنسبة للتحمارة سنزيد ثلاثة معلقة كبيرة معلقة ديال البزار بزار الكحل و معلقة ديال البزار البيض سنزيد البزار البيض و سنزيد حرورة خفيفة هنا سنزيد الخرقوم ملوين لكي يعطينا اللون في البايلة لما توجد ملوين نزيد الخرقوم البلدي أنا هذا بغيتو علو باللون و دابا غدي نزيد المطيشة ديال الحك غندير تقريبا ستادي المعالقة الكبار ديال المطيشة ديال الحك هنا البنات هاد الفيديو واللبنات اللي كي بغيو يخدمو الليموني بالنسبة الناس اللي بغو يديروا بايلة كمية قليلة سوف نحرك تلك المكونات كاملة و نقليهم جيدا و نقلي و نقلي الخضيرة و الروز جيدا و نقلي من بعد هنا بالنسبة للروز لا نقلي بالمعالي سوف نقلي بذلك البوين ديال الحوت فأي غتبشي عند اي امور الحوت امتلك مثلا هكالا عندك شي ريوسة و هذه الحوت يعطيك ريوسة العضومة ديال الحوت البيض خذ غير الريوسة و العضومة ديال الحوت البيض غدي تديرهم فقاملة و غدي تدير معهم الملح و ورقة سيدنا موسى و الماء وخلي ذلك شي طبخ مزيان و اصفيه و سوف تخذي ذاك الماء هو اللي غتتروي به هاد الماء اللي كان روي به ديال الحوت و بوين ديال الحوت يكون تهوى من السم بالحوت يعني ذاك البوين زائد هاد الماء اللي تلقاتليه سيبيا و الكوفيت فغيلك يتغيره اصبحته بلافخوين ما كاتحسي بالمعضاقة ديال الحوت وراباق ما فيهش ولكن من السم بالحوت يعني جاب بنين ديال بالصحب بعد مدرت البوين سوف نحرك و سوف نسد الطنجرة على عافية مهية لما نجهدش لعافية و لا يستقش الى الروز و نجعلها الطيب على خطرة هنا من بعد ما بدك يطيب لي ذاك الروز شوفوا راكبان لكم يعني تنصخوا الكمية للمقلالة يعني كتقيس به ذكراتي بل اللي باقي قريب ذاك بدك يدخله الطياب هنا غادي نزيد ليه زلافة واحدة اخرى ديال القصبور و معدن و زلافة عامرة يعني زلافة درناها في اللول مع السيبيا و زلافة غادي ندرها هنا في الخرم اللي غادي يقرب يطيب لي يطيب لي الروز سوف غادي نحرك نخليها بوحد خمسة دقيقة قريبا نتفع لها لا نتفع لها تقليل حمزيين نتفع لها لكم عارفين الروز نتفع لها لسوف تقليل وبالما بل يبقى بحلها كطاب وباقي فيه ذاك المشوية هنا سوف نتفع لها و سوف نبدأ ندريسي لها لها سوف ندريسي وباقي فيها شوية لاصص يعني بحساب الطريق بالنسبة الى الدرسج اضعت هذا الباكت هذا ضايرين الاليمينيوم اللي بنات الكثير من يكسفه لي سكينة من شريتي هذا الباكت من شريتي هذه القرعة مع اني حطيت لكم فيديو مني كانت تقضى ودرت جاولة وعطيت الاتمينة ومع ذلك نفس السؤال تكرر يعني ما معرفتش ما يمكنش كل مرة غدي نعاود نجاوبة على نفس الاسئلة هنا حطيت الروز بالنسبة الروز حطيت بزلافة كيف شفتو عبر سبزلاف وحطيت باش يجيوني نفس الكمية في قعلي باركت وعاد خطيت هذو كلف خوية دماغ ديالي اللي طيبت في الأول وحطيتو مرفق هنا انا ضامنة ان الناس كاملة غالي تساكل نفس الحاجة يعني كاملين سيأكلوا نفس الكمية الكروفت كاملين سيأكلوا نفس الكمية السيبيا لكن سيأكلوا نفس الى كل مرة انا فتنجرابا ادراسي شيء سيضيع اكل بزاق الكريفة دماغ ومع ذلك سوف يجيوني صعيب انني ادراسي ملقيت بله هالطريقة هذي بخاتي كوجيت زوينة ووجيت بنينة حطيت روز ديالي حطيت من الفوق هذو كلف خوية دماغ درشتريف ديال الحامد ورشيشة ديالة ربيع و ها هي البايلة ديالي واجدة شكل ديالها بعد غير منظر ديالها ما منعوش لكم ها وقت تامكم المنظر الماضا قجات غزالة فنة انا عجباتني يعني انا شعجرة غتيش عجبكم حسن تشوف اكيد هنا الفيديو دخل بالطول هذا ديال ستوري حتي تشوف ستوري انستغرام وبقى الفيديو هاكا طويل هنا بالنسبة للدريسة دريسات ديال الوليدة هما الوليد العشرين ديال الوليدة هي الولى حي تخرجات بكري مع الحداش للاروب على حد الوليدة في المدارس كيتغدو بكري ماشي فحل الناس الكبار اللي في غزان ديالهم كتخرج حتى الالتناش هنا من اليدس باش ندريسي البلاع ديال الناس الكبار لقيتبالي الروز زاد وتشرب وزاد تعلق جات يعني هو هو مسدود وزاد تختار وزاد تعلق بالنسبة للدريسات هو نفس الدريسات غي هما ديال الوليدة جاتهم خمسة ديال الكروفيت والكبار جاتهم ستة هذا كشي اللي بقى لدي ديال الكروفيت فرقته وزاد جاتهم ستة ستة بالنسبة للكمية الكروفيت قدرت 4 كيلو اعطيت كمية كتيرة فهنا نفس نفس الدريسات نفس الدريسات نفس الدريسات طريف ديال الحامض من الفوق ورشيشة ديال الكزبر ومعد نوس وكان غطيت الباخات ورفقتهم مع ذاك الخبيز اللي صوبنا ديال الفروماج ودية التسومة بالنسبة لي بالنسبة لي مع أسر لذلك لا تزيد الخبز ولدها ولدها ثلاثة الحويجات من الموني وعندما تزيد خبز من بعد يوم باستخدام حتى تحمر هذا يمكنك تساويها كالفرصة و تباكبها في التلاجة لوقت اللي اللي شقتك الأن بخبز و تحبينه هذا الشيء يجب الناس الكبير و الوليدات قطعت لهم ذكر مرسو و قطعة سليمها كطريفات الميوني 40 درهم بعد المرات التفضيل لجمعها 40 درهم من الأكثر هي كان نخدم على 40 درهم فيها كل شي بنيسبة اليوم كانت فيها البايلة كان فيها دوك اللي مغصو ديال غارليك تشيز بريد وبنسبة العسر ديال موخيتو ما صورت ليكمش لانا دايج احطيتو دايج امبارتاجيها معاكم في فيديو نخلي لكم الليان حسو ديالو بنسبة الناس اللي بغى تلعوصة ديالو ولا اللي ما شايفهاش ولا بنسبة الشيحة جديد حس يدخلوا عني بزاتي الناس جداد مؤخارا بنقول لكم مرحبا بكم عندي وما تنسونيش من لايك